السلام عليكم في درسنا اليوم سوف اتحدث عن اداة convert وهي اداة تقوم بتحويل العناصر من مستوى الى مستوى اخر موازي ساقوم باختيار الواحد اولا وهي الملي متر ثم نقوم باختيار sketch ومستوى للرسم ساقوم برسم قوس على هذا الشكل ثم نقوم بالضغط على control ومركز الاحداثيات ومركز القوس ونحدد horizontal اي انه ما على نفس خط الافقي ساقوم باختيار اداة circular sketch اداة النمط الدائري نقوم بتحديد هذا القوس لرسم اربع اقواس ثم نقوم بالضغط على ok ساقوم بالضغط على control وتحديد القوس الاول والقوس الثاني ثم نقوم باختيار tangent لجعل مماس بين هذه الاقواس ثم نقوم بالضغط على ok سنقوم باختيار trim اداة القص ثم نختار bow trim ثم نقوم بقص الحواف الزائدة هذه الحواف وهذه الحواف وهذه الحواف وهذه الحواف وهذه الحواف ساقوم ايضا برسم مربع على هذا الشكل نجعل الطول يساوي العرض عن طريق تحديد الظلعين واختيار equal ثم نقوم بالضغط على ok نقوم بمسح هذه الخطوط الآن بعد رسم هذا الشكل ساقوم باختيار extruded bus space وعمل بثق لهذا الشكل وليكن مقدار البثق 10 ملي متر ثم نقوم بالضغط على ok الآن بعد رسم هذا الشكل سوف اقوم برسم مستوى مرجعي موازي لهذا السطح عن طريق الانتقاء الى features ثم اختيار reference geometry ثم نقوم باختيار plane نقوم بالضغط على هذا السطح نلاحظ انه يتم انشاء مستوى موازي لهذا السطح من هذا الخيار يمكننا تغيير البعد بين هذا الوجه والمستوى الجديد وليكن 15 ملي ثم نقوم بالضغط على ok الآن سوف اقوم بتحويل هذه العناصر الى المستوى الجديد عن طريق اداة convert لذلك شوف اقوم بالضغط على plane ثم نقوم بالذهاب الى sketch واختيار sketch نلاحظ انه تم انشاء sketch جديد وهو sketch 2 بعد انشاء sketch 2 نقوم بالضغط على convert طبعا في هذا الخيار يتم تحديد العناصر التي نريد تحويلها الى المستوى الجديد لذلك سوف اقوم بالضغط على هذا الوجه وهو face 1 ثم نقوم بتحديد هذين الخيارين ثم نقوم بالضغط على هذا الخيار وهو select all in your loops لتحديد الحلقات الداخلية ثم نقوم بالضغط على ok نلاحظ انه تم تحويل العناصر الداخلية الى المستوى الجديد طبعا هذا كل شيء بالنسبة للأداة convert والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة